بسم الله الرحمن الرحيم اليوم نبتدي موضوع مهم جدا من موضوعات ميكانيكا المواحي واحد وهو موضوع flow through pipes او السريان خلال النبيب او السريان خلال المواسير لما نجي نبص لي السريان خلال ال pipe هم حاجة نتعرف على laminar and turbulent flow regime ذي المناطق اللي بيكون فيها turbulent او laminar to low احنا قلنا يبل كده عرفنا laminar وال turbulent transition flow فبنيجي بنقول انا عندي مناطق او floor regimes عبارة عن laminar وده احنا قلنا بيتميز انه السريان بيكون ماشي الطبقة بتاع الطبقة اللي بعدها يبقى شكل السريان زي ما انت شايف بالشكل اللي قدامنا ده تلاقي السريان ماشي الطبقات كلها موزية لبعضها ما فيهاش اي oscillations ولا vibration وبالتالي بتكون انه smooth stream line and highly ordered of motion اما بالنسبة للتيربلانت بيتميز بانه الفلوستي فيها fluctuation زي ما انت شايف بالمنظر اللي قدامنا ده في عندي fluctuation فيه random motion وبالتالي بيتميز بي ان الفلوستي fluctuation و highly disordered of motion ولذلك احنا بقول ان البارتكيلز في حالة التيربلانت بيكون بيتحرك فيه حركة عشوائية ده ما احنا شايفين ادى اللامينر فلو و ادى التيربلانت فلو في عندي منطقة اللي هي transition ودي بتبقى منطقة بين اللامينر وبين التيربلانت منطقة انتقالية بيتحاول فيها الحركة من حركة لامينر الى حركة تيربلانت يبال transnation from laminar to turbulent flow does not occur صادقين لما بتحدث فجأة it occurs over some regions which the flow fluctuates between laminar and turbulent يعني في المناطق اللي بيبدأ السريان يهتز ويتحرك من laminar الى تيربلانت اول واحد لاحظ الكلام بتاع انواع السريان دي اللي هو اوسبرن ريونالدز وده حتى عمل تجربة بيتحقق منها مي اللامينر والتيربلانت في الرجيم بانه كان بيحط الضيزة ما احنا شايفينه بيصور الرجيم بتاعت الرجيم بتاعت السريان مثل لامينر او تيربلانت او تيربلانت او تيرنزيشن انا لما اقبص لطبيعة السريان هتلاقى بتعتمد على اي باب بتعتمد على البيب ديامتر الدينيستي الفيزيكوستي الفيلاويد فلوستي وبالتالي كل هذه البرامترز تم وضعها في رقم باستخدام التحليل البعدي اسمه رقم ريونالدز نامبر وده رقم دايمينشا لس يعني مالوش اي ابعاد ريونالدز نامبر وده من الارقام المشهورة جدا جدا واللي هتفضل معانا طول ما احنا بندرس في الابد ريونالدز نامبر بيعرف بيعرف على انه ريشو بين انيرشيا فورس وفيزيكاس فورس يبقى البيزيكال ميننج بتاع ريونالدز نامبر يبقى الريشو بين انيرشيا فورس اند فيزيكاس فورس والعلاقة الرياضية بتاعته ري بتساوي رو في دي على ميو او اكتبها بصيرة تانية لو نزلت الروت تحت بميو عروت بساوي نيو يبقى ري بتساوي في دي على نيو طبعا الروت دي نستي البي الابرش فلوسي الدي الهايدروليك دايمتر واحنا نشوف ده يعني كلمة هايدروليك دايمتر الرو الدي نستي الميو الديناميك فيزيكوستي وانيو الكاينماتيك فيزيكوستي لما بنحسب هذا الرقم ولاقي القيمة بتاعته بتساوي 2300 يبقى ساريان لمينر فلو لما بنحسب هذا الرقم ومنلاقيه اكبر من 2300 واصغر من 4000 مانا في منطقة الترانزيشن فلو لما بتكون ريونالدز نمبر اكبر من 4000 يبقى انا في منطقة التربلانت يبقى ساريان عندي تربلانت طبعا ما لقيه الهايدروليك دايمتر الهايدروليك دايمتر دا اعرف ليه لان انا مثلا في السيركلر دايمتر ما عنديش مشكلة لكن لما يكون عندي ضغط الريكتانجلر زي اللي قدامنا دا او مربع طب هستخدم اي كاركتوريس فيهم لما جاء عود فاتفق على تعريف ما يسمى بالهايدروليك دايمتر وهو عبارة عن كروس سيكشن الارية على الويتد برامتر يعني اربع الارية على المحيط فبجأ على سبيل المثال لو عندي سيركلر بايب سيكون دايمتر يبقى الدي اتش الهايدروليك دايمتر تقصية اكثر الهايدروليك دايمتر في حالة الركتانجلر وبالتالي انا اقدر نحسب يبقى احنا شوفنا في هذه المحاضرة يعني ايه ترينزيشن شوفنا رقم مهم جدا جدا بالنسبة لنا اللي هو يونالز نامبر وعرفناه انه هو الريشو بين الانيرشي فورس والفيزيكاس فورس وطلعنا العلاقة وشوفنا امتى يكون السرايان لامنر وامتى يكون السرايان ترينزيشن وامتى يكون السرايان ترينزيشن نلقاكم في المحاضرة القادمة ان شاء الله